أسليل الستار على الملتقى الدولي يوث أت هستل الذي نظمته وزارة الرياضة والشباب ممثلة في بيوت الشباب القطرية هذا الملتقى جمع الشباب من مختلف الدول لمناقشة الأفكار الحيوية التي من شأنها أن تفعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبعاً الملتقى الدولي يوث أت هستل نسخته الأولى طبعاً كان ذا الفكرة أن نجمع الشباب القطرية مع الشباب من مختلف التحدات دول بيوت الشباب من مختلف الدول طبعاً جاءت هذه المشاركة من عدد دول في هذه النسخة الأولى النسخة الأولى من الملتقى اختارت الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكون الملتقى الذي استمر على مدار ثلاثة أيام أربع لجأن تُعنى بصياغة التوصيات للمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني نقشنا عدة أشياء وطلعنا نهايتاً بخمسة وعشرين توصيات رفعناها على وزارة الرياضة والشباب عدة توصيات تتعلق بالتنمية المستدامة بأهداف التنمية المستدامة بالشراكة ما بين مؤسسات الحكومية وأشرنا كذلك إلى تجارب عديدة في مراكز الحوكمة والاستدامة على سبيل المثال ومراكز دعم للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة والأفكار الشبابية أهم التوصيات اللي صدرت اللي شفناها هو عقد الشركات في مجال البحث العلمي للشباب وخلق فرص وظيفية للشباب مستدامة وتحقيق الاستدامة البيئية في مجال الصفر ومجال السياحة فعليات الملتقى شهدت مشاركة ست دول مختلفة وتم على إثرها تكريم وفود الدول المشاركة في خطوة سعى إليها الملتقى لجمع الشباب من أجل إيجاد أطر تعالج سبل الحيلولة دون تحقيق الاستدامة خاصة في القطاعات التي تنبثق منها طموحات الشباب